الفترة الماضية طبعا شهدت منطقة العالمين ومنطقة السحل الشمالي استثمارات فندقية عديدة وتم فتح أعداد من الفنادق قبيرة ومنها مستثمرين من الخارج خليجيين فطبعا هي وجهة للدول العربية ووجهة لأعداد من السياح من الدول المختلفة أيضا دول البحر قبل المتوسط حتى برضو فيه من إيطاليا فيه من أسبانيا فيه من دول بيجي التيران الشرطر بالإضافة طبعا للسياحة اللي موجودة هناك فيه سياحة أثرية قديمة بقى الناس اللي بتيجي تزيارة مقابل العالمين بسبب الحرب العالمية التانية مقابل كومن ويز الدول المختلفة من كل أنحاء أوروبا بالإضافة طبعا لسياحة اللي هي فيه متحف العالمين فيه هناك برضو فيه سياحة أخرى برضو سياحة اليخود في مرجم العالمين لو زاد النشاط والمهرجانات ممكن الناس الملياردرات والمالتي مليونرات يجيبوا ليخود بتاعتهم لحضور المهرجانات الكبيرة على غدار مهرجان كان مثلا وهو مهرجان فني هو مهرجان فني طبعا بس احنا بنكلم بقى تنوع ثقافي ونشاط يعني سياحي بالإضافة للمسابقات الدولية والعربيات اللي هتيجي من سفاجة لغاية العالمين التنوع بس كذا وممكن تبقى لو فيه هناك فرصة لإقامة مؤتمرات خلال العام برضو ده هيزيد بس هو هنا تسليط الأضواء على العالمين نفسها الفترة دي يعني صلت الأضواء لكل دول العالم المصدرة السياحة للعالمين والمصر نفسها ككل لأن أي حدث أو إفنت بيظهر بيظهر مصر كدولة منظمة وطبعا نجاح المؤتمر أو نجاح المعرض أو نجاح المهرجان أي أن كان بيطفي صورة إيجابية بيخلي السياحة تزداد بشكل تكفيفي أعلى وكل نوع من السياحة ليها محبيها وليها الوفود الخاصة بيها اللي بتتبعها وده بالتأكيد بينعكس على أعداد الوفود السياحية اللي موجودة وبتشوفوه طبعا ده بيحصل وبيبقى بعد كده في أي برصات عالمية للسياحة بيتم التسويق للمناطق كلها السياحية اللي موجودة في مصر وأنماط السياحة المختلفة والسياحات كلها بالإضافة بقى إلى الفنادق اللي موجودة في منطقة العالمين وأنواع السياحات المختلفة يعني مثلا إيه هيتبقى فيه ناس لو فيه فرصة أن الناس تروح برضو من العلوين تعمل سياحة في سيوة أو تطلع من العالمين الإسكندرية كأوفر دي هيقيم في العالمين كسياحة شاطئية ويطلع بعد كده يشوف منطقة الإسكندرية والمقابرة هناك بقى الكاتاكومب اللي هي كوم الشقافة يعني من العهد اليوناني الروماني وفي نفس الوقت يشوف فقى الإسكندرية نفسها كمدينة لو هيطلع مثلا يعمل رحلة سيوة يعني فيه حاجات كتيرة ممكن ترتبط بالعالمين كأثار سياحية بالنسبة للسياح الأجنبي بالنسبة للسياحة الشاطئية طبعا الناس اللي هي جاية تشوف البحر تعمل مثلا سيرف أو تعمل أي نوع من أنواع المشاطات السياحية بس الناس اللي جاية مثلا عايزة تشوف الكرال أو الشعب المرجانية أو الدايفينج أو كده هتروح البحر الحمر فاحنا التنوع مطلوب طبعا وتوجيه الحملات الإعلامية لكل ده هكيدها يرتبط في ذهن السايح اللي جاي من برة ويشوف ده بشكل إيجابي نتيجة نجاح مهرجان زي العالمين طبعا الدول العربية ومصر السياحة الداخلية الناس اللي موجودة حتى المستوى اللي هناك برضو مستوى متوسط انفاقه عالي سواء مصري أو أجنبي أو عربي لأنه هناك الأسعار برضو في متناول ناس معينة فطبعا الناس اللي هتيجي من خارج مصر متوسط انفاقها عالي فهتنفق بالعملة الصعبة وإحنا محتاجين طبعا ده كترويج سياحي والدولة محتاجة ده الناس اللي هي داخل مصر طبعا ده بتبقى سياحة بالجنيه المصري بس في الآخر الكونكلوجين ان ده صلت الأضواء بشكل كبير تيجي بقى المرحلة اللي بعد كده ان شاء الله بعد نجاح مهرجان عالمين ازاي يفضل طول السنة ازاي طيب ممكن تقام مسابقات تانية ازاي تقام event أو حاجات تانية أو مؤتمرات أو عروض بشكل معين لان اي حاجة حتى لما تم التركيز مثلا على كوب 27 في شارم الشيخ ده فاد شارم الشيخ وفاد مصر كلها احنا عندنا النصف الاول من 2023 الاعداد بسم الله ما شاء الله وصلت ل7 مليون سايح احنا متوقع بنهاية العام لو استمر الوضع بهذا الشكل اللي هو التسويق بالطرق الصحيحة وتنشيط السياحة بالشكل السليم والحضور البرصات الدولية مع السوشيال ميديا مع كل الـ events دي احنا ممكن نصل لـ 15-16 مليون صحيح حتى سيئا أن بتتحدث عن انه كل الجهود اللي اتعاملت وكل يعني ما تم فيه السياحة والبرصات العالمية ممكن يجعل الرقم ده يعدي حتى الـ 15 مليون وده املنا